ازايكم يا شباب سنة ثالثة عاملين ايه؟ النهاردة هبتدي اول فيديو معاكم عن الشرحة وهبتدي بالباب الخامس اللي هي الكيميا العضوية لان معظمكم في الفترة دي هيكون تخلص الا اربع ابواب اللي فيدو فهبتدي معاكم الكيميا العضوية واحدة واحدة والكيميا العضوية يعني مثلا لو انت بتذكر الفصل الاولاني او بتذكر صفحة دلوقتي ما تقلبش الصفحة الا لو انت متأكد ان انت فهمها انا ما بقولش رحفظها ان انت فهم ايه اللي تقال في الصفحة دي علشان الكيميا العضوية كلها بتبني على بعضها من ازاي مثلا ان الباب الاول ممكن منوش علاقة بالباب الايه؟ بالباب التاني تمام؟ فاحنا هنبتدي مع بعض النهاردة الكيميا العضوية ونبتدي نسأل اول سؤال يعني ايه الكيميا العضوية؟ هنيجي سنة مع بعض كده سنة الف تمنمية وستة وفي عالم اسمه العالم بيرزيليوس تمام؟ العالم بيرزيليوس ده كان قاعد امقيل ده كيميا دي مليانة مركبات فيها مركبات كتيرة جدا طب انا عايز اقسمها اقسمها على اساس ايه؟ فقال انا عندي الدنيا فيها ايه؟ فيها انساء حيواء نبات كان تفكيره بسيط جدا تمام؟ وفيه حاجات بتبقى اصلا موجودة في الارض زي الايه؟ زي المعادن مثلا تمام؟ فاحنا عندنا كده الحاجات ممكن نقسمها لحاجات لها اصل عضوي او نباتي او حيواني زي ما هو قال او مواد غير عضوية اللي هي مش جاية من الحاجات دي اللي هي اصلا موجودة في الارض فهو كده قسمها على اساس ايه؟ على اساس المصدر اللي هي جاية منه؟ طيب فمعنى كده العالم برزيليوس قسم المواد كلها ايه لحاجاتي؟ مواد عضوية والقسم التاني سميه مواد ايه؟ مواد غير عضوية تمام؟ طيب مواد المواد التانية غير عضوية طيب قال لك بعد كده المواد العضوية دي هي اللي بتيجي واو بنلاقيها في بعض الاماكن في جسم الانسان اللي بتتكون في جسم الانسان او في جسم الحيوان او في جسم النبات تمام؟ طيب وبالنسبة للمواد الرغير عضوية دي هي اصلا مواد موجودة في الطبيعة من مصادر معدنية اللي هي المعادم المعادم دي موجودة فيه؟ موجودة في الأرض فالتقسيم بتاعه كان بسيط عضوية وغير عضوية على اساس الايه؟ المصدر بتاعه او هلقاها فين؟ تمام كده؟ طيب وقال لك ان المواد العضوية دي صعب انك تحضرها في المعمل لا هو مستعب هو مستحيل هو كان شايف انك مستحيل تحضرها ايه؟ في المعمل يبقى مستحيل تحضرها في المعمل ليه مستحيل ان انا احضرها في المعمل؟ علشان هي ما بتتحضرش بسهولة كده ده فيه قوة اسمها القوة الحيوية القوة الحيوية دي موجودة في تلات اماكن في جسم الانساء في جسم الحيوان في جسم النبات فبالتالي القوة دي مش موجودة غير فيهم هما التلاتة فمستحيل ان انت تعرف تحضرها في الايه؟ في المعمل يبقى ليه مستحيل تحضرها في المعمل لانها بتحتاب قوة حيوية والقوة الحيوية دي مش موجودة غير في جسم الانسان والحيوان والنبات تمام ده بالنسبة للايه للمواد العضوية فاحنا كده العالم بيرزيليوس قالنا ان المواد على اساس المصدر هنقسمها العضوية وغير عضوية العضوية دي موجودة في جسم انسان وحيوان بس ومستحيل تحضرها في المعمل لانها مبنية على قوة حيوية قوة لحاجة عندها حياة تمام كده زي الانسان والحيوان والنبات وباقي المواد التانية اللي ما تتحضرش في التلات اماكن دول اسمها مواد غير عضوية وهتلاقيها من مصادق معدنية تمام كده فانت متأكد ان احنا مستحيل نحضرها في المعمل لحد احنا كنا سنة كام الف تمنمية وست بعدها باتنين وعشرين سنة تمام ايه اللي حصل وصلنا لسنة الف تمنمية تمانية وعشرين وجه عالم الماني اسمه فوهلور تمام وخليكم فاكرين الاسم ده لان ده الراجل اللي هو اصلا عمل الكيمياء العضوية تمام فوهلور قال مش انت يا برزيليوس بتقول ان مستحيل مستحيل ان انا احضر مادة عضوية مادة بتتكون في جسم الانسان في المعمل اه فقال طب انا لو قدرت احضر مادة موجودة دايما في جسم الانسان او في جسم الحيوان اللي هي الساديات مثلا فمعنى كده ان الموضة العضوية مش هتبقى لازم بتتكون في جسم الانسان فقام دخل المعمل وحضر حاجة اسمها اليوريا واللي ما يعرفش ايه اليوريا دي فهي البولينا اللي هو البول تمام طيب انا نحضرها في المعمل يعني هل ممكن ان احنا نحضر اليوريا في المعمل هنشوف هو عمل ايه جاب محلولين المحلول الاولاني رمزه ايه تشوفوه ده رمز الايه الامونيا وجاب الكولوريد بتاعه فده اول محلول معنا اللي هو محلول ايه كولوريد الامونيا هو بيحاول يثبت ان النظرية بتاعت برزيليوس غلط جاب محلول كلوريد الامون وجامعوا مع ايه ضاف عليه محلول تاني من سيانات الفضة قد الفضة رمزها ايه جي والسيانات رمزها سي ان او فدي اسمها ايه سيانات الفضة وقام حطوهم مع بعض وحصل ما بينهم تفاعل فالتفاعل لما حصل اللي جام بعلمة الزائد راح مع بعضه والبعاد عن علامة الزائد راح مع بعضه فده هيروح مع ده ده بعيد عن علامة الزائد فهيدينا ان اتش فور سي ان او دي كان السيانات الفضة دي بقت سيانات الامونيو وهو محلول عادي فده لو محلول فده هيبقى محلوق وده هيبقى ايه هيبقى محلوق وتكون عندنا راصب من المادتين اللي جام بزاق الدول ايه جي سي ال ايه جي سي ال ده ايه صولد فتكون في سورة ايه راصب ده اسمه كولورين الفضة تمام كده وامواخة سيانات الامونيوم اللي هي تكونت دي وامسخنها فاحنا عندنا ان اتش اربعة سي ان او هنسخنها عملية التسخيد مش هتسبب لسيانات الفضة تفكك ولا تحلل ولا اي حاجة هتخلي الزرات دي يعاد ترتبها فهيبقى زرة نيتروجيد ومعاها اتنين هيدروجيد والزرة الكربون معاها اكسوجيد وشوفوا الان اتش تو هيبقى ان اتش تو فهي اعاد ترتيب الزرات بتاعت والمركب اللي تكون عندنا ده اسمه يوريا او بولينا اللي بيتكون في جسم الايه الكائن الحي فبالتالي مادة عضوية قدرنا نحضرها في المعمل ومش لازم تكون في جسم الكائنات الحية نبات او حيوان فبالتالي فوهلر بابطل النظرية بتاعت مين بيرزيليوس اللي هي بتقولي انها مستحيل تتحضر في المعمل لا مش مستحيل فتم تحضر المادة الايه اليوريا تمام كده فبالتالي مين اللي خلى النظرية بتاعت بيرزيليوس خاطئة العالم فوهلر عن طريق ان هو حضر مادة اليوريا او البولينا في الايه في المعمل واليوريا حالتها الفيزيائية ايه صالة تمام كده تمام طيب ومن ساعتها الناس بقت ما بتقسمش هي دلوقتي كانت المواد بتتقسم لمواد عضوية ومواد غير عضوية صحي كده مواد عضوية ومواد غير عضوية بيرزيليوس كان بيقسمها على اساس ايه المصدر مين اللي قسمها على اساس المصدر بيرزيليوس 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 قال ايه قال ان العضوية دي المصدر بتاعها الانسان او الحيوان او النبات والغير عضوية مصدرها الارض لكن فوهلر قال لا المواد هنبتدي نقسمها مش على اساس المصدر بل على اساس الايه التركيب بتاعها المادة دي التركيب بتاعها فيه كربون ولا لا ودي النقطة اللي هنطلق منها في الكيميا العضوية كلها وهيبتدي يكون فيه مركبات عددها لا نهاء حرفيات هتلاقي ان الكيميا العضوية دي بقت موجودة في كل حي فبالنسبة للمصدر فهو كان شايف ان هو يا انسان يا اما حيوان يا اما ايه يا اما نبات طيب الكيميا الغور عضوية اصلها المعادن من الارض طيب من بقى اللي شافها على اساس التركيب هو فهلة وقسمها الايه لمواد بتحتوي العضوية هي المواد اللي مبنية على وجود زرة الكربون فيه كربون تبقى المادة ايه عضوية ما عدا تلات حاجات اي مادة نشوفها فيها كربون تبقى عضوية ما عدا تلات مواد اول حاجة اكاسيد الكربون ايه اكاسيد الكربون دي اول اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون دي مش مواد عضوية تاني حاجة تاني حاجة الاملاح بتاعة الكربون ايه املاح الكربون دي مسلا كربون السيديو ان ايه تو سي او سري بي كربونات البوتاسيوم كي اتش سي او سري دي مواد غرع عضوية لانها من املاح الكربون الاملاح التالتة اللي معنا هي املاح السياني السياني تمام كده دي املاح غرع عضوية يبقى المواد العضوية دلوقتي هنقسمها على اساس ايه التركيب بتاعها من اللي قال كده العالم فهلا اللي قال ان هي مش على اساس المصدر زي ما قال برزيليوس تمام كده طيب عندنا زرة كربون تبقى المادة عضوية ما عدا لو المادة اكسيد كربون زي اول اكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون املاح الكربونات املاح السياني تمام كده ما دون زلك هتبقى المواد اللي عندنا ايه مادة عضوية طيب يعني انت يا ميز بتقول لنا ان الكربون بس هو اللي مرتبط بالمواد العضوية اه ده معنى كده ان المواد العضوية قليلة جدا والمواد الغيره عضوية كتير ده انت عندك المواد بتاعت الكربون بس هي اللي ايه? اللي عضوية. قالك لو انت جيت بسيط في الطبيعة هتلاقي قدام كل واحدة من المواد الرغور عضوية عشرين مادة عضوية. انتم متخيلين يعني ايه? انت لو عندك مادة غير عضوية فانت هيبقى عندك قدامها دي مادة واحدة اهي. عندك عشرين مادة غير عضوية فيها مادة عشرين مادة عضوية فيها كربون. فانتم متخيلين قدام كل واحدة في عشرين واحدة. طب ايه سبب? ده احنا هنا بنتكلم عن زرة واحدة وهي زرة الكربون. فاحنا بقى مش عايزين نستهون بالزرة الوحدة اللي هي زرة الكربون. لان زرة الكربون دي عندها قدرات خارقة. احنا هنقسم القدرات بتاعة زرة الكربون الى تلت قدرات. تمام? اول قدرة لزرة الكربون هي قدرتها على الارتباط. طيب الارتباط بمية بترتبط بحاجة دي. يا اما بنفسها. يا اما بترتبط بايه? بزرة تاني. اخرى. تمام? يبقى اول قدرة لها بتكلم منها عشرين قدام كل مادة غير عضوية انها قدرة على انها ترتبط بنفسها او باي زرة تاني. تاني حاجة الروابط بتاعتها. انها عندها قدرة. انها تكون روابط احادية. روابط سنائية. الروابط اللي بقية ايه? سلسية. يعني ايه? هنشرح كل واحدة لوحدة. طيب. تالت قدرة عند المواد اللي هي العضوية. الطريقة اللي ترتبط بها. الطرق المختلفة في الارتباط. بمعنى الشكل اللي هي هتطلعه في الاخر لما ترتبط. طيب. قدرتها على الارتباط اول حاجة احنا هنا بنفسر لعدد زرات المواد العضوية كتيرا بالرغم ان هي عبارة عن كربون بس. لان الكربون ممكن يرتبط مع نفسه. ازاي بيرتبط مع نفسه? ادي زرات كربون مع زرات كربون. مع زرات كربون تانية وهكذا. تمام كده? فدي زرات كربون. كل زرات كربون بيكون حوالينها اربع روابط. كل زرات هيدروجين بيكون معها ربطة واحدة. كل زرات اكسوجين بيكون معها ربطتين. كل زرات نيتروجين بيكون معها تلت روابط. وعلشان نخلص القصة بتاعة الكيميا العضوية لازم بتحفظه اللي انا رسمته هنا. الكربون بيعوز ربع روابط. الكربون بيعوز ربع روابط. الهيدروجين بيعوز ربط واحدة. الاكسوجين بيعوز ربطتين. النيتروجين بيعوز تلات ايه روابط. يبقى ده عدد الروابط اللي بتحتاجها المد. فلو جينا مسلا هنا الكربون. وده اكسوجين. فمعناه ان الاكسوجين لازم يرتبط مع الكربون بربطتين. والكربون بيحتاج اربعة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة ادي اربعة. طيب. كربون معي زرية كربون وعايزة يبقى معاها هيدروجين فالكربون بيعز كم ربطة اربعة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة والهيدروجين بيعمل ربطة واحدة يبقى هنا في واحد ودي هنا واحد ودي هنا واحدة ودي هنا ايه واحد طيب كربون مع نيتروجين ادي كربون ودي نيتروجين النيتروجين بيعز كم ربطة تلاتة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة والكربون بيعز ادي اربعة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ودي الرابعة ايه ودي الرابعة بتاعته تمام كده طيب ده بالنسبة لقدرة الكربون على الارتباط مع نفسه انه يكون رابط مع نفسه او مع زرات مختلفة طيب وهو بقى بيرتبط مع نفسه او مع زرات مختلفة ممكن تكون الربطة احدية زي الزر الربطة هنا السي اتشاربعة لو جينا رسمناه هنلاقي عبارة عن زرات كربون وكل واحدة هي بترتبط باربعة ودي كل واحدة هيدروجيد فكل ده احدي زرات الزرات مرتبطة بربطة واحدة مع الزرات الاخرى او زي لما نعمل سلسلة من الكربون متسلسلة كده فكل واحدة مرتبطت بالتانية مع ايه بربطة واحدة طيب امتى نلاقي الربطة ايه زي مع الاكسوجي زي سبيل المثال والكربونة دي فضلها ايه فضرها ربطة ايه طيب او تلاتة ربطة سلاسية او ممكن تبقى الربطة السلاقية دي مع زرات كربون تانية زي كربون مرتبط بربطة سلاقية مع الكربون ويتبقى هنا ربطتين ويتبقى هنا ربطتين عشان يبقى المجموع بتاعهم ايه اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة الربطة السلاسية ممكن تكون مع النيتروجيد او مع ربطة سلاسية مع زرات كربون تانية وهنا ربطة صناقية مع زرة كربون تاني هنا ربطة احدية مع الهيدروجين او ربطة احدية مع زرة كربون تاني او ممكن مع الكلور فمسلا يبقى عندنا هنا في زرة كولور في الايه في الايه طيب الربطة السلاسية زي الكربون ربطة سلاسية مع النيتروجين فالنيتروجين التاتة بتوعه الكربون نقص له ايه واحد عشان يكمل اربعة او الكربون ربطة سلاسية مع زرة كربون تاني فدي هيتبقى لها واحدة ودي هيتبقى لها واحدة عشان يبقى المجموع بتاعهم ايه اربع رابط طيب ده بالنسبة انه ممكن يكون احادي او سنائي او سلاسي مع زرة كربون زرة كربون مع نفسها او مع زرات ايه مع زرات مختلفة طيب فيه اشكال تانية قلنا الحاجة الباقيه اللي هي الطرق المختلفة الطرق المختلفة دي اللي هي ازاي المنته شكلها هيكون بمعنى ان احنا عندنا لو خمس زرات كربون ممكن يرتبطوا مع بعض ازاي واحد اتنى تلاتة اربعة خمسة صح وممكن يبقى واحد اتنى تلاتة ومن هنا كده اربعة خمسة دي اسمها ايه دي اسمها سلسلة مفتوحة تمام كده السلسلة بتاعتنا هي مفتوحة وايه ومستمرة مستمرة يعني ايه يعني لما يقولك فيه كربونة كمان هتيكي حطتها بعد كده بعد كده تمام هتفضل دايما ماشي ايه كده فدي اسمها سلسلة مستمرة تمام دي اسمها سلسلة ايه دي مستمرة لا ده وانت ماشي حصل هنا ايه تفريعة فتكون فرع فدي اسمها سلسلة بس مالها متفرعة حصل ان فيه تفرع على زرة الكربون تمام طيب فيه اشكال تانية اه ممكن تبقى الحلقة متجنسة ممكن يتكون حلقة ازاي لو احنا عندنا زرة كربون ودي زرة كربون ودي زرة كربون فمسلا عندنا خمس زرات كربون بدأت دي ربطت بدي ربطت بدي ربطت بدي فهي الحد دلوقتي هي سلسلة مستمرة كلهم واربعة لو جات زرة الكربون دي قفلت مع دي فاحنا كده عملنا ايه حلقة الحلقة بتاعتنا دي متجنسة يعني ايه متجنسة يعني كلها من الكربون متجنسة مع بعضها طيب جينا بقى ان لقينا ان الكربون هو واحد اتنى تلاتة اربعة والخمسة دي لقينا زرة نيتروجين جت دخلت في الحلقة وتقفلت ايه وتقفلت على كده فبقى الحلقة اللي عندنا بعد اما كانت متجنسة تبقى حلقة ايه غير متجنسة ليه لوجود زرة مختلفة موجودة في الايه في الحلقة اللي هي زرة الايه النيتروجين دي المفروض ما كانتش تبقى موجودة المفروض كانت تبقى كربون بس دخلت زرة جديدة في الحلقة فبقت حلقة غير متجنسة فبالتالي احنا عندنا العدد بتاع زرات المواد العضوية او عدد المركبات العضوية اكثر بكثير من المواد الغير عضوية لان زرة الكربون قلنا انها عندها قدرة انها ترتبط بنفسها او باي زرة تانية زي الاكسوجين زي النيتروجين زي الكولور زي الايه الهيدروجين او ترتبط بنفسها الكربونة مع كربونة وكربونة مع الكربونة ممكن تكون ربطة احدية ممكن تكون ربطة صناقية ممكن تكون ربطة سلاسية تمام دي ناقصها واحدة دي ناقصها اتنين عشان نكمل الاربعة دي ناقصها تلاتة علشان نكمل اربعة. وممكن الربطة الاحدية تكون مع زرة تانية كربون مع كلور. ممكن تكون السنائية مع زرة تانية زي الاكسوجين. ممكن تكون السلاسية مع زرة تانية زي الايه? النيتروجين. ودي هيكون ناقصها واحد. وتكون بطرق مختلفة. الطرق مختلفة زي ما شرحنا هنا. ان السلسلة ممكن تكون مستمرة. مستمرة يعني كل واحدة بتسلمك للي بعدها. ماشي بسهمس ما سلسلة مستمرة او سلسلة متفرعة دي بتسلمك لدي بتسلمك لدي والدي فحصل كده تفرق اول حلقة متجنسة كلهم زرات كربون كلهم كربون وكلهم متصلين وفي حلقة ايه مقفولة وممكن تكون الحلقة اللي عندنا حلقة غير متجنسة يعني فيه زرة غير زرة الكربون موجودة وكمال الحلقة مقفولة على ايه على بعضها تمام طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي نميز ما بين المادة العضوية والمادة الغير عضوية وايه كان رأي برزيليوس وايه رأي ايه فهلة لما قاله يا عم اللي انت قلته ايه ده غلط طيب لو انا بقى عايز اتكلم عن مركة عضوية عايز اعبر عني الجزء اللي انا اشرحه ده انتو اصلا درستوه في اولى سنة بس تنعيدو تاني احنا عندنا الطريقة اللي ممكن ان نتكلم بها عن مسلا حاجة زي ستة اتش ستة ده هتدرسوه بعد كده بالتفصيل ده اسمه البنزين البنزين العطري تمام البنزين العطري ده رمزه سي ستة اتش ستة ليه تلت صيغة كيميائية ممكن نتكلم عليه الصيغة الاولى اسمها الصيغة الاولية الصيغة التانية اسمها الصيغة الجزيئية درسنا الكلام ده في اولى فهتلاقيكم ايه هتفتكروا دلوقتي الجزيئية الصيغة التالتة اسمها الصيغة الايه البنائية تمام كده طيب إيه الصيغة الأولية دي الصيغة الأولية إنك تاخد السي ستة إتشي ستة وتختصرها لا قلة أرقام ممكنة يعني سي ستة إتشي ستة هنقسم على ستة هدينا إيه اللي عندنا نوع الضرات هنا إيه كربون وهيدرو جي تاني حاجة عرفته لي عدد الضرات اللي موجودة لأ النسبة ما بينهم هي قالت لي ان هم ستة الى ستة يعني واحد الى واحد فواحد الى واحد اللي هي عرفتها اللي دي ممكن تبقى اتنين لتنين تلاتة لتلاتة مش لازم تبقى ستة لستة فهي عرفتني النسب بين الزرات بس ما عرفتنيش عدد الزرات بالزبط الصيغة جزيقية دي انك يقول لك سي ستة اتش ستة ايوة انت ما تشوفها هتعرف ان هو بنزين ليه لان انت عارف نوع الزرات اه ده انا عندي كربوط عندي ستة زرات كربوط وستة زرات هيدروجين تاني حاجة انت مش عارف النسب انت عارف العدد الفعلي للزرات يعني العدد الحقيقي فعلا اللي موجود اه انا عندي ستة كربوط وعندي ستة ايه هيدروجين الصيغة البنائية دي وهي الافضل والاصح والادق في الكيميا العضوية عشان نعبر عن مركب بتقولك ان الست زرات كربوط مرسومين كده تمام تلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام كما مرتبطين مع بعض بروابط ادي واحد اتنين تلاتة اللي انا رسمتها دي حلقة ايه حلقة متجنسة ليه كلهم كربوط طيب في واحدة منهم صنائية واحدة احدية واحدة صنائية واحدة ايه احدية واحدة صنائية واحدة ايه احدية وكل زرات كربوط مرتبطة بزرات هيدروجين فيبقى ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ايه ادي ستة فبقى عندنا سي ستة اتش ستة عرفنا من هنا ايه نوع الزرات او عرفنا العدد الفعل الزرات او ستة كربون وستة هيدروجين وعرفنا بالاضافة الى زلك بالاضافة الى زلك البناء بتاع الايه بتاع المركب انا عرفت كده ان البناء بتاع المركب بتاع حلقة متجنسة من الكربون في واحدة فيهم ربطة اصنائية واحدة ربطة اوحدية وكل زرة كربون مرتبطة بزرة ايه؟ بزرة هيدروجيد تمام؟ ده الفرق ما بينه فاحنا مثلا لو جاه ودانا الصيغة الجزائية المركب وليكن المركب C2 مش مهم الاسماء للوقت احنا عايزين نفهم الحتة دي C2 4 CL2 علشان نرسم الصيغة البنائية وطلب منك اللي متحن تكتب الصيغة البنائية اول حاجة نعملها نرسم الكربون عندنا اتنين كربون طيب وبعدين بعد كده نحط المادة اللي مش هيدروجيد فاحنا عندنا الكربون حطناه اللي مش هيدروجين الكلو فهيبقى عندنا اتنين كلو نحط اللي اتنين كلو فين بقى؟ ده السؤال الكولور ده في احتمال ان هو يتحط واحدة هنا واحدة هنا والهيدروجين اللي اربعة البقين ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ويتبقى الصيغة بتاعتك صحيحة وفيه احتمال تاني يقولك ان عندك كربون وعندك كربون قلناه بنبتديه بالكربون تمام؟ وكل زرة كربون بيبقى حوالينها اربعة روابط تمام؟ بعد كده عملنا الكربون نروح للحاجة اللي مش هيدروجين اللي هي الكلور نيجي نحط الكلور بتاعنا عندنا اتنين كلور ممكن احط واحدة هنا وحط واحدة هنا دي الزرة دي عليها اتنين هنا واحدة وهنا واحدة تمام كده؟ وحط الاربعة هيدروجين اللي بقيت وتبقى الصيغة البنائية دي برضو صحيحة فليه بيقولك في الكيميا العضوية لازم تستخدم الصيغة البنائية؟ لان الصيغة الجزائية الواحدة اللي عندك دي لها اكتر من صيغة بنائية ممكن حد يبنيها كده ونقوله صح وحد يبنيها كده ونقوله ايه؟ ونقوله صح ففي الكيميا العضوية عادة هنحتاج الصيغة البنائية لكن لو قلت لك مثلا ان ايه سيل انت عارف ان الان ايه مرتبطة بالسيل ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش فكرة هو الجزء كده بنائه بيكون صحة طيب لو جينا خدنا مثال تاني وليكن قلنا اول حاجة بنعملها ايه؟ نرسم الكربون عندنا اتنين كربون بعد ما رسمنا الكربون ما عندناش غير الهايدروجين عشان نرسمه فهنيجي حطين لدي واحدة ونيجي حطين لدي ايه؟ دي واحدة فكده الهايدروجين معها ربطة يبقى الهايدروجين تمام الكربون بقى المفروض كل الزره يبقى حاولها اربعة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة مهي ما عندناش غير الكربون ترتبط بيه طيب ادي الكربون اهي معها ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اربعة يبقى المركب ده ايه؟ المركب ده صحيح طيب نصعبها شويه عندنا سي اتش اربعة او. عايزين نخليها ترتبط. فاحنا مسلا هنيجي واغدين ادي زرر الكربون. وبعدين حطينا الكربون نشوف الحاجة اللي مش اكسوجين. اللي مش هيدروجين. اللي هي تبقى ايه في الحالة دي? اللي هي الاكسوجين. نيجي نربطه بالاكسوجين. فاحنا عندنا عارفين ان الكربون بيرتبط الاكسوجين بيرتبط بالكام رابطة اتنين طيب. يبقى احنا عندنا فاضل للكربون كام رابطة? ربطتين بس? صح كده? طيب. وانا فاضل عندي كام هيدروجين? اربعة. فانا لو جيت حطيت كده يبقى فاضل اتنين ما رسمتهمش. نقول تاني الحتة دي. احنا عندنا اول حاجة بنرسمها ايه? الكربون. فالكربون رسمته هي زرة واحدة. وبعدين بعد كده اربط ارسم الحاجة اللي مش هيدروجين. اللي هي الايه? الاكسوجين. فالاكسوجين رسمته. الاكسوجين بيعز كام رابطة? اتنين. فاحنا هنيجي حطين لول اتنين. الكربون بيعز كام رابطة? اربعة. ادي واحد اتنين. ادي التالتة ادي الرابعة. فهو كده فاضله انه ياخد زرتي هيدروجين صح كده? بس انا عندي اربع زرات هيدروجين. دي بقى المركب ضغل. نرسمه تاني. عندنا كربون. وبعد الكربون هنحط اكسوجين? في المرة الاولى خلينا كل الروابط بتاعة الاكسوجين مع الكربون. فما اندفعش. فنحط رابطة مع الكربون وربطة لوحدها. رابطة مفتوحة. والكربون كده تبقى له كم ربطة? ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة ادي اربعة. نيجي نوزع الهيدروجين. عندنا اربعة هيدروجين. ادي واحد ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. يبقى دي هي الصيغة الصحيحة للايه للمركب? دي الصيغة البنائية الصحيحة. طيب نشوف مثال كمان? احنا عندنا ان اتش اتني سي او وبعدين ان اتش اتني. اول حاجة هنرسمها ايه? الكربون. رسمنا الكربون. الكربون معكم ربطة معها اربع روابط. فاحنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي فيه ان اتش تو. وهنا ان اتش تو. فنرسم من هنا حوالينه ان ومعها اتش تو. معها اتنين هيدروجين. ادي واحدة. وادي واحدة. نيجي من ناحية التانية معانا ايه? معانا ان ومعها اتش تو. ادي اتش. وادي اتش. تمام كده? يبقى دي رسمناها. ودي رسمناها والكربون رسمناها. طيب نراجع عدد الرابط. النيتروجين بيعوز ادي تلاتة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. مزبوط. الكربون بيعوز كم ربطة? اربعة. ادي واحد. ادي اتنية. ادي تلاتة. ادي اربعة. عشان كده نقصه اتنية. النيتروجين بيعوز كم ربطة? تلاتة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. تمام? يبقى الاكسوجين الربطتين اللي بقين له هياخدهم مع مية. مع الاكسوجين اللي فاضل. لان الاكسوجين بياخد ربطتين. طيب اخر مثال معنا النهاردة لو جينا على مركب زي تلاتة تمام? احنا كده عندنا كام زرة كربون? اتنين. نرسم زرتين الكربون اللي عندنا. نبتدي بقى بالراحة نشوف حاجة تانية غير الهايدروجي. فاحنا عندنا ايه? الاكسوجين. اللي اتنين اكسوجين موجودين عند زرة الكربون التانية. فزرة الكربون ادي رابطة. ادي التانية ادي التالتة وهنشوف هنحط الرابعة فين دلوقتي. فنحط الرابعة هنا ونديها زرة اكسوجين. فاحنا كده رسمنا دي ورسمين دي ورسمين دي. وبعدين يتبقى عندي او كمان ادي اوها هي. فال او دي فضلها رابطة كمان هنا. هتشبكها مع مي مع الهايدروجين. تمام كده? طيب. هي هنيجي هنا فاضل يبقى رسمنا دي ورسمنا دي. فاضل عندنا هنا تلاتة هيدروجين. الكربونة اللي عندنا لها رابطة هدي التانية هدي التالتة هدي الرابعة. وهدي التلاتة هيدروجين بتاعي. يبقى الناتج النهائي سي اتش تلاتة. سي اتش تلاتة. سي اللي هي زرة الكربون دي. او او اتش. او او اتش. يبقى المركب بتاعنا ايه? مركب بتاعنا صحيح. المرة الجاية هنكمل باقي كمية العضوية ان شاء الله. شكرا معكم.